نروح للشناوي الحارس العملاق أو سوبر شناوي زي ما بنسميه الحقيقة يمكن الشناوي النهاردة عمل أشعة على العضلة الضمة والأشعة دي أثبتت أنه أصيب بشد في العضلة الضمة كابتن سيد عبد الحفيز قال أنه الجهاز الطبي حدد برنامج تأهيلي واستشفائي للشناوي عشان يتم تجهيزه إن شاء الله طبعاً الهدف الأهم هو مشاركة الشناوي في مباراة الوداد المغربي ويمكن مدير الكورة قال أن اللعب هيؤدي بعض جلسات العلاج الطبيعي لعدة أيام قبل ما يدخل بقى أو ينتظم فيه برنامج بدني وأنه ما فيش أي نية للتصرع فيه رجوع أو في عودته للفريق عشان يضمن الجهاز شفاءه بشكل كامل وبعد كده إن شاء الله مرحلة تجهيزه من الإصابة عشان يكون جاهز إن شاء الله لمباراة الزهاب مع الوداد المغربي